مساء الخير اليوم كانت أجواء حارة نسبيا في معظم مناطق المملكة أجواء كانت صيفية عادية فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجواء شديدة الحرارة في الأغوار البحر الميت وأيضا في خليج العقبة نشوف حالة التقص الآن عماننا نتفرج على أجواء صافية 31 درجة مئوية درجة الحرارة في الغاصمة عمان 30 درجة الحرارة الملموسة 40% هي الرطوبة النسبية رياح شمالية غربية معتدلة وهذه الرياح تنشط أحيانا درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة نتوقع في العاصمة عمان تسجل تقريبا 22 درجة مئوية والملموسة أيضا 22 بالنسبة للجلسات الخارجية والرياضة الخارجية أجواء ممتازة وأيضا بالنسبة للسخور في الخارج إن كان يوم الغد رمضان أيضا إن شاء الله الأجواء ممتازة بسبب اعتدال درجات الحرارة في هذه الفترة درجة الحرارة العظمى المتوقعة تسجيلها ليوم الغد عمان نحكي على 35 درجة مئوية أجواء حارة نسبيا 34 هي درجة الحرارة الملموسة الإحساس بالحرارة متوسط طبعا ومننصح بتناول كميات إضافية من المياه والسوائل خارج أوقات الصيام لليلة الغد درجة الحرارة الدنيا عمان نحكي على 23 درجة مئوية 23 درجة أيضا هي درجة الحرارة الملموسة طبعا زي ما حكينا إن كان يوم الغد هو صيام عمان نشوف الإفطار في الخارج أجواء جيدة بسبب ارتفاع يعني أو تقدم درجات الحرارة شوية عم نحكي على 23 فترة المساء الجلسات الخارجية ممتازة وأيضا الرياضة الخارجية إن شاء الله درجات الحرارة بتكون معتدلة حالة الطقس خلال الفترة القادمة نشوف نبدأ من الليل الليل إن شاء الله درجات حرارة معتدلة عم نحكي على 21 درجة مئوية وإحنا شايفين أجواء صافية في معظم مناطق المملكة طبعا يوم السبت إحنا شايفين ارتفاع يوم الغد على درجات الحرارة نحكي على أجواء حارة 35 درجة مئوية أيضا يوم الأحد أجواء حارة 35 درجة مئوية بترجع درجات الحرارة ابتداء إن شاء الله من يوم الثنين نحكي على 33 إن شاء الله تعود الأجواء الصيفية عادية هذه الليلة درجات حرارة معتدلة وإن شاء الله الأجواء صافية في معظم مناطق المملكة يوم الغد إحنا شايفين ارتفاع على درجات الحرارة عم نحكي تقريبا بين 3 إلى 5 درجات مئوية أعلى من المعدلات السنوية وشايفين أجواء حارة تقريبا في المناطق الشمالية أيضا الوسطى عم نحكي في المناطق الصحراوية الشرقية من البلاد أيضا خليج العقبة أجواء حارة وحارة نسبيا في معظم مناطق المملكة الآن درجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليوم الغد تكون على الشكل التالي وأبدأ من مدينة العقبة من 19 إلى 41 أجواء حارة وادي رم أجواء حارة تصل العظمى إلى 38 درجة مئوية معان من 19 إلى 34 راس النقب من 20 إلى 31 درجة مئوية في راس النقب أجواء صيفية عادية البتراء 33 29 في الشوبك أجواء معتدلة الرشادية 28 درجة وأجواء معتدلة هناك الطفيلة 30 أجواء صيفية عادية نرى غور الصافي 44 درجة مئوية والليلة 30 درجة نرى أجواء حارة ليوم الغد الكرك من 21 إلى 32 أجواء صيفية عادية ليوم الغد في مدينة الكرك وادي الموجب 38 نرى أجواء حارة البحر الميت 32 هذه الليلة وغدا العظمى تصل إلى 43 درجة مئوية وأجواء حارة نكمل إلى مادبة 33 درجة مئوية أجواء صيفية عادية مطار الملكة علياء الدولي تصل إلى 36 درجة مئوية نرى أجواء حارة نكمل منطقة مرج الحمام من 21 إلى 34 درجة مئوية أجواء صيفية عادية صوالح 31 لفحيص أجواء حارة تصل إلى 35 درجة مئوية السلط من 22 إلى 35 غدا أجواء حارة في مدينة السلط كذلك الحال في عجلون عم نحكي على 35 درجة مئوية في عجلون راس منيف من 20 إلى 31 هناك في راس منيف أجواء صيفية عادية عم نشوف في إربد الليلة 22 غدا تصل إلى 35 درجة مئوية أجواء حارة في جرش تصل إلى 37 درجة مئوية وأجواء أيضا حارة عمان الغربية 34 درجة مئوية كما نشاهد الليلة 21 عمان الشرقية أجواء حارة 35 درجة مئوية الزرقاء 36 وأجواء حارة والمفرق 37 درجة مئوية وأيضا أجواء حارة رواشد من 20 إلى 39 درجة مئوية أجواء حارة عمنا نشوف في أغلب المناطق أجواء حارة بسبب ارتفاع درجات الحرارة عن المعدل نحكي من بين 3 إلى 5 درجات الصفاوي نتفرج على 39 درجة مئوية وأجواء حارة والأزرق تصل إلى 40 درجة مئوية والليلة 21 درجة مئوية 20 في منطقة الجفر لهذه الليلة وغدا تصل إلى 37 درجة مئوية أطيب التمنيات إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر